موسيقى معكم علينا السلام عليكم عرف ناتكم في طرح نهاردة نتكلم عن القطاع التالف او البات سيكتور ايه هو والايه الزباب اللي يتؤدله وايه اللي بيعود عندينا بات سيكتور في الجهاز اول شي البات سيكتور دوت لما بيجي بيدرب بيدرب الهارد بمعنى لو شبهنا للرسمة دية جيجا تمام؟ وكل الاجزاء اللي متقسمة هنا ميجا وكيلو بايت تمام؟ فدلوقت انا عاوزها في البات سيكتور هيعمل ايه؟ لو جينا شوفنا من هنا هتلاقي مسلا لو مربع الاخضر الصغير ده ضربوا بات سيكتور بمعنى ان الهارد لو حاول يقرى من الجزء دوت مش عارف يقراه يعني لو فيه مسلا اغنية او فيه ملف موجود على الجزء دوت استحاله يتقرى ليه؟ لان الهارد مش قادر يتعامل مع الجزء دوت او الكمبيوتر بشكل عام مش قادر يعالج الجزء دوت او يقرى الملفات اللي فيه لانه اول ما بيحاول يقرب للجزء دوت الجهاز بيحصل له مشاكل بمعنى تلاقي الجهاز براستر تلاقي الجهاز وقف مرة واحدة ممكن يحصل شراء زرقه تلاقي الجهاز بقى بطيق معك جدا لانه مش قادر يتعامل مع مع البات سيكتور تمام؟ ده الرسمة اللي هنوضح بها الجزء او ايه اللي بيحصل اول ما الجهاز بيضروب بات سيكتور تمام؟ بعد كده هنشرح الموضوع بشكل اوضح شوية دتاء رسمات الهارد الهارد جوت الهارد الهارد بيتكون من كزا استوانه مش استوانه واحدة دي الابره اللي بتبقى خاصه بقراية الهارد زي الاسطوانه اللي ما بدقي تمسخ عليها ملفات او كده بتحطها مسلا في��دي اللي بيبقى مسؤولة عن الناسخة بيبقى الابره زي بتبقى زي دي كده لو اكلمة بشكل بسيط فدي بتبقى مسؤول عن كتابة او قرية الملفات على الاستوانة. فهو اللي بيحصل هنا ان الاستوانة هنا بتبقى بتقسم لكزا اجزاء. كل جزء بيبقى الابرة واقفة فيه. ده بيعتبر اا زي كتلة مسلا. ده من خلال لما بيتجمع كزا جزء مع بعض بيعمل لك ملف. او بيعمل لك قرية مسلا لصورة او لاغنية او اي شيء انت محمله على الهارض. فهو اللي اول ما الابرة ديت بتوصل لبات سكتور او بتوصل لجزء في بات سكتور ما بتقدرش تقراه وبتقم وقفة عنده. اول ما بتوقف طبعا الجهاز بيقف مرة واحدة لانه مش قادر يعالج الملفات او اي شيء جاي منه. تمام? فاكلم الوقت على كمظهر عام او الشكل عام. هنتكلم بعد كده عن الانواع عندنا حاجة اسمها الاستحالة يتعالج. يتعالج بمعنى اللي هو حاجة فيزيائية. لو يكن عندك في الهارض ضربتها هبات سكتور. الجيجا ديت استحالة ترجع بس ممكن نعمل ايه عشان نتجنب الموضوع دوت ان انت بتتجنب الجيجا ديت عن الهارد بتفصلها عن الهارد بتخلي الهارد ما يقرهاش او بقدرش يقرب منه عندنا اللوجيكل اللي هو خطأ برمجي ده ممكن يحصل لنتيجة اسباب كتير هنقولها دلوقتي فمن خلال اللوجيكل دوت ممكن نقدر نصلاحها بمفيش اي مشكلة ان احنا بنعد السكتورات ديت او بنعد الاجزاء ديت بنائتها تاني او بنديلها القيمة الاصلية بتاعتها ساعتها بيوم راجع تاني الهارد يشتغل بشكل طبيعي فاللوجيكل سهل تعالج انما الفيزيكل ما يتعالجش احنا بنهتجنبه بس عن الهارد تمام؟ هنتكلم بعد كده عن الاسباب اللي بتقدل القطع التالف عنها اول حاجة معالجة الاخطاء. لما بيحصل عندك خطأ في الجهاز او اي شيء او خطأ برمجي انت بتعالجوش انت بتسيب الخطأ دول. فده طبعا بيسبب للجهاز لانك مش بتعالج الاخطاء اول باول. تمام? بعد كده في فيروسات بسبب ممكن تكون وبعد كده برضك تسبب لك خطأ استحالة يتعالج. فهو الفيروسات بيقى فيه انواع منها بمكن تضرب بتاع الجهاز او بتضرب بتاع الهارد. فدي برضك بتسبب لك. عندنا بعد كده التهيئة. في ناس ده متعودة انها دايما لازم تعمل فورمات للجهاز الخاص بها. ممكن تنازل كل اسبوع وكل يوم. فطبعا كترة الفورمات او التهيئة الخاصة بالهارد. ده بيسبب مع الوقت. طبعا لو سيبه بعد كده بيبقى خطأ برضك بيبقى صعب يتعالج. عندنا درجة الحرارة. لازم ان ترقب درجة الحرارة بتاعة الهارد. ممكن تكون الهارد بيسبب ويشتغل الفترة طويلة جدا. فدبعا طبعا بيسبب بيعلي درجة الحرارة بتاعة الهارد. وبسبب لان الابرة بتاعة الهارد ممكن تكون بتضرب في اي مكان. فمن خلال ما بيحصل مشاكل بسبب درجة الحرارة العالية. فلازم طلوقت لازم تلاقي بدرجة حرارة الهارد. عدنا بعد كده الصدمات. الصدمات دي برضك من اكبر الاسباب بتقدم الهارد سيكتور. انها بجزنة تكون الكيس عندك او اللابتوب او اي شيء بتخبطه مسلا. او بتمسك الهارد مسلا ما تيجي تحطه على مكتب او اي شيء تكون الخبطة عالية شوية. فدي بيسبب برضك هات بات سيكتور. لان الابرة برضك بتقوم ضربة في الاستوانة. عندنا بعد كده قطرة بكسرة البرامج. لما تيجي مسلا تستخدم كعدد كبير من البرامج. لما بتستخدم عدد كبير من البرامج والمعالج نفسه مش قادر يعالجها. ده بيسبب بات سيكتور. بمعنى ان في ملفات كتيرة او بتبقى مطلوبة من الهارد او مطلوبة من هو يعالجها او يقراها او يكتبها. فده طبعا بيسبب بات سيكتور. بعد كده مشكلة الكهرباء. اللي هي بتبقى اعلى مشكلة برضك او اكتر الاسبال بتقدم بات سيكتور. ان هو الجهاز يتفاصل مرة واحدة. وانت مسلا تكون بيستخدم برامج كتير او اي شيء. ده طبعا بيسبب بات سيكتور. وعشان كده لازم ان تحرص على انتظام الكهرباء في الجهاز الخاص بيك. بعد كده الاغلاق المفاجئ. في الناس كتير من ما تيجي التعاودة ما تيجي تاخد من تقفل الجهاز او اللابتوب او اي شيء تقوم شد الفيشة. في ناس مسلا بتقوم ضغط مرة واحدة. في الناس بتضغط باور بشكل مفاجئ. ده طبعا بيسبب بات سيكتور للجهاز. وبيعرض الجهاز للضمار او يعرض الهارد نفسه للضمار. تمام? اتعرفنا على الاسباب اللي بتقدي البات سيكتور. يا رابب كنت اوصل فكرة ان شاء الله في الشرحي الجاي. هنقدم زيتر تعالج البات سيكتور وزيتر تكتشف البات سيكتور الخاص بالجهاز. زيتر تقدر تتابع درجة الحرارة الخاصة بالهارد. عشان تتجنب المشاكل فيما بعد. كان معكم علقاء انا الصار موقع الرافت نيت كوم. في النهاية امتنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك. وتعمل اشتراك للقناة عشان تتابع كل الفيديواتي الجديدة. وتعمل لايك لصحواتنا على الفيس بوك عشان تتابع منشورات اللي بننزلها بشكل يومي. وتقدر تشترك بالنشر برديوة من طريق كتابة الاميل الخاص بك هنا وتضغط اشتراك. او تابعنا على كل مواقع السوشال ميديا الفيس بوك يوتيوب جوجل بلاس تويتر.